أهلا بكم سنة 5 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على المفهوم الثاني وصف وقياس المادة الفصل الدراسي الأول تابعوني على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة رقم 1 تعبر الكتلة عن رقحة المادة طول المادة كمية المادة لون المادة الكتلة دي بتعبر عن كمية المادة السؤال رقم 2 الحجم هو الحيز الذي تشغله المادة من الزمن الحيز من الزمن ولا الحرارة ولا الكتلة ولا الفراغ طبعا أقول له إيه الفراغ الحيز هو الحجم أسف هو الحيز الذي تشغله المادة من الفراغ السؤال رقم 3 من الخصاص الكيميائية نركز كلمة الكيميائية للمادة القابلية للإشتعال الملمس الخشن الكتلة شكل المادة طبعا الملمس الخشب والكتلة وشكل المادة دي خصائص فيزيائية أما القابلية للإشتعال دي تعتبر خصائص كيميائية للمادة السؤال الرابع أي من أدوات القياس التالية تستخدم في قياس درجة حرارة كوب من الأهوة يعني أنا ممكن أستخدم إيه عشان أقيس درجة الحرارة المسطرة الميزانز الكفتين وعاء القياس الترمومتر طبعا أقول له أستخدم إيه الترمومتر السؤال رقم خمسة تستخدم وحدة نقاط لقياس كتلة الفواكه أنا بستخدم وحدة إيه عشان أقيس كتلة الفواكه اللتر السنتيمتر مكعب الميلي لتر الكيلو جرام طبعا أحنا بنستخدم وحدة الكيلو جرام السؤال رقم خمسة ستة أي من هذه الغازات يفضل يستخدمه في ملء بلونات الاحتفلات أو المنطد يعني احنا بنملة البلونات الاحتفالات بغاز إيه؟ الأبسجين الهيليوم ثاني أبسجيدي الكربون الهيدروجين أقول له طبعا إيه؟ غاز الهيليوم ليه لأنه أخف وزنا من الهواء السؤال رقم سبع يمكن قياس حجم زجاجة عصير بوحدة إيه؟ السنتيمتر ولا الكيلو جرام ولا اللتر ولا الجرام طبعا الحجم أقول له على طول إيه؟ اللتر حجم السوائل السؤال رقم تمانية يستخدم نقط في صنوعة الأسلاك الكهربية يستخدم النحاس ولا الخشب ولا المطاط ولا الزجاج طبعا الخشب والمطاط والزجاج دول ما ينفعش أن احنا نصنع منهم الأسلاك الكهربية ولكن احنا بنستخدم إيه؟ بنستخدم النحاس السؤال رقم تسعة تساعد نقط على رؤية البلورات التي تتكون منها المادة العدسة المكبرة ولا المصطرة ولا الترمومتريات ولا شريط القياس طبعا عشان أشوف البلورات التي تتكون منها المادة أو الجسيمات مثلا باستخدم من العدسة المكبرة السؤال رقم عشرة يعتبر كل مما يأتي من الخصائص الفيزيائية للمادة ما عدا؟ الخصائص الفيزيائية القابلية للصدى القابلية للتشكيل الحجم اللون أقول له القابلية للتشكيل والحجم واللون دي تعتبر خصائص فيزيائية أما القابلية للصدى دي تعتبر خاصية كيميائية وليس فيزيائية السؤال الرقم 11 يمكن استخدام نقاط لقياس وزن جسم ما عشان أوزن أي جسم أستخدم الترمومتر شريط القياس المسطرة الميزان الزومبوريجي أقوله طبعا إيه الميزان الزومبوريجي السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين رقم واحد يستخدم نقاط لقياس حجم كمية من الزيت أثناء الطبق عشان أقيس حجم كمية زيت باستخدم إيه وعاء القياس ولم قياس الحرارة طبعا أقوله وعاء إيه وعاء القياس السؤال الرقم 12 يمكن قياس نقاط غرفتك باستخدام شريط القياس هل باستخدام شريط القياس ممكن أقيس الكتلة ولا الطول أقولك طبعا أقيس إيه أقيس الطول السؤال الرقم 13 قابلية الورق للإشتعال وتحوله إلى رماد من الخصائص أقوله على طول إيه الكيميائية ليه لأن ده كون مادة جديدة غير المادة اللي كانت إيه موجودة في الأول السؤال الرقم 4 كتلة لتر من الماء تساوي نقاط جرام اللتر بيساوي 100 جرام ولا ألف جرام طبعا أقوله ألف جرام السؤال رقم 5 يعبر الحيز الذي يشغله كتاب موضوع على منضدة عن إيه الحيز عن الحجم ولا الكتلة أقوله طبعا عني عن الحجم السؤال رقم 6 يستخدم نقاط في صناعة عدسات النظرات الزجاج ولا الخشب طبعا إحنا عمر ما شفنا نظرة مصنوعة من خشب لكن بتصنع منين من الزجاج لأنه شفاف السؤال رقم 7 الملمس والرائحة من الخصائص نقاط للمادة الفيزيائية ولا الكيميائية الملمس والرائحة واللون ليعتبر من الخصائص الفيزيائية للمادة السؤال رقم 8 يمكن تحديد مقدار ما يحتويه الجسم من المادة عن طريق قياس ما يحتويه الجسم من المادة أقوله على طول الكتلة السؤال رقم 9 يعد نقط من خصائص المادة التي يمكنت قياسها الملمس ولا الوزن طبعا أنا ما أقدرش أقيس أقيس الملمس لكن أستطيع قياس الوزنة أو إيه أو الطول أو الحد يمكن إذا أن أقوله إيه الوزن السؤال الرقم 10 يقاس الطول بوحدة السنتم owning جرام طبعا أنا أقوله إيه السنتمogn ده قياس الطول أما الجرام قياس الكتلة السؤال الثالث ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة قطأ أمام العبارة غير الصحيحة أو أمام العبارة الزجري رقم 1 يمكن ملاحظة الخصائص الفيزيائية باستخدام الحواس أوه طبعا أقوله العبارة صحيحة إزاي؟ يعني مثلا اللون أنا بشوف اللون بعيني صح؟ الرائحة أنا بشوف بشم الرائحة بإيه؟ بأنفي إذن ممكن ألاحظ الخصائص الفيزيائية باستخدام الحواس سعر رقم اثنين يمكن قياس طول صندوق بواحدة اللتر أقوله العبارة خطأ أنا عشان أقيس صندوق ممكن مصطرة أو شريط قياس سعر رقم ثلاثة طول بقيس الطول يعني سعر رقم ثلاثة كتلة مشبك الورق المعدنية تساوي حوالي واحد جرام أقوله العبارة صحيحة المشبك بتاع الايه؟ الورق المعدنية ده ده كتلته حوالي ايه؟ واحد جرام سعر رقم ثلاثة قابلية الخشب للاحتراق من الخصائص الفيزيائية للمادة أقوله العبارة خطأ قابلية الاحتراق والصدق دي تعتبر من خصائص الكيميائية وليس الفيزيائية رقم خمسة يستخدم المطاط في صناعة الاحزية الرياضية لمرونته عشان المطاط مرن فنستخدمه في صناعة الاحزية الرياضية أقوله العبارة صحيح السؤال رقم ستة تبنى الأسطح مائلة لكي تنزلت السلوج عليها في البيئات الباردة أقوله العبارة صحيحة الحاجات دي كلها احنا درسناها في الدروس اللي فات ارجعوا للفيديوهات في قوائم التشغيل علوم سنة ربعة هتلاقوا كل حاجة موجودة السؤال رقم سبعة قابلية السلك المصنوع من الحديد للصدق يعتبر من الخصائص الكيميائية أقوله العبارة صحيحة احنا دلوقتي ان قابلية للصدق والاشتعال دي خصائص كيميائية السؤال رقم تمامية الجسيمات الأسرع في حركتها تطلق طاقة حرارية أكبر من الجسيمات الأبطة يعني الجسيمات اللي هي أسرع في الحركة بتاعتها بتكون طاقة حرارية بتاعتها كبيرة أكبر من الجسيمات البطيعة أقوله العبارة صحيحة السؤال رقم تسعة حجم اللتر واحد من الماء يساوي ألف سنتيمتر مكعب أقوله العبارة صحيحة السؤال رقم عشرة درجة الحرارة من خصائص المادة التي لا يمكن قياسها أقوله العبارة خطأ ممكن أن أقيس درجة الحرارة بالترمومتر السؤال رقم 11 لتعين كتلة جسم تستخدم معاقل قياسة أقوله العبارة خطأ طبعا معاقل قياس عشان أقيس الحجم وليس الكتلة السؤال رقم 12 يمكن التمييز بين البرتقالة والتفاحة من خلال اللون والشكل طبعا أقوله العبارة صحيحة شكل التفاحة غير شكل الموز وكمان اللون التفاحة غير لون الموز السؤال رقم 13 الهليوم غاسام وغير قابل الاشتعيل لذلك هو آمن عند الاستخدام في ملء البلونات أقوله هذه العبارة إيه؟ هذه العبارة حبيبي صحيحة هو آمن طبعا عند الاستخدام في ملء البلونات ده من نسبة لهليوم طبعا السؤال الرقم 14 لا يمكن ملاحظة الخصائص الكيميائية للمادة عند حدوث تغير واضح فيها أقوله العبارة خطأ لا طبعا نحن بنلاحظ مثلا تغير واضح فيها زي الصدق زي القابلية للاشتعيل دي اسمها خصائص كيميائية احنا بنلاحظها هم بيقول إيه؟ لا يمكن السؤال رقم 15 يستخدم الصلب في صناعة المطارق والمفكات لمتانته عشان هو متين أقوله العبارة إيه؟ العبارة صحيحة الصلب متين عشان كده بنصنع منه إيه؟ المطارق والمفكات السؤال رقم 16 قابلية النحاس للتشكيل على هيئة أسلاك رفيع عمارنا من الخصائص الكيميائية أقوله العبارة خطأ هو فعلا بيتشكل بس طبعا قابلية التشكيل دي من ضمن الخصائص الفيزيائية وليس الخصائص الكيميائية للمادة السؤال الرابع اختر من العمود ألف ما يناسب العمود با الترمومتر الإنجزاب للماناطيس القابلية للاشتعيل المطاط شريط القياس رقم ألف من خصائص المادة الفيزيائية من الخصائص المادة الكيميائية يستخدم في صناعة القفزات يستخدم لقياس درجة حرارة المادة أقوله على طول الترمومتر يستخدم لقياس درجة حرارة المادة رقم 2 الإنجزاب للماناطيس أقوله دي تعتبر من ضمن الخصائص الفيزيائية لمين؟ للمادة القابلية للاشتعيل من الخصائص الفيزيائية للمادة بالنسبة للمطاط أقوله إيه يستخدم في صناعة القفزات السؤال رقم 5 أكتب مصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الأتئلة مصطلح علمي رقم 1 مقدار ما يحتويه الجسم المادة أقوله دي إيه الكتلة السؤال رقم 2 قدرة المادة على نقل الحرارة والكهرباء خلالها أقوله دي التوصيل إن المادة عندها قدرة على نقل الحرارة أو نقل القهرباء دي اسمها التوصيل سؤال رقم 3 مقياس مدى سرعة حركة الجسيمات المكونة للمادة أقوله إيه مدى سرعة الجسيمات دي اسمها ضربة الحرارة السؤال رقم 4 أداة بتستخدم في قياس طول وأبعايد الغرفة اللي هو شهرية القياس رقم 5 مقدار الحيزة الذي تشغله المادة من الفراغ أقوله إيه الحج السؤال رقم 6 أداة بتستخدم في قياس وزن كرة أقوله الميزان الزنبوركي رقم 7 خصائص تصف كيفية تفاعل المادة مع المواد الأخرى أقوله الخصائص الكيميائية اللي هي إيه دي خصائص بتصف إزاي بتتفاعل المادة مع المواد الأخرى السؤال السادس أكتب نوع الخصية فيزيائية أم كيميائية خصية فيزيائية أو خصية كيميائية أرى السؤال رقم 1 طعم الليمون اللازع الطعم أقوله دي خصية إيه فيزيائية هناه قبلية قطعة من القماش للإحتراق أقوله طبعا خصية كيميائية رقم 3 ملمس الوراء الناعم خصية فيزيائية رقم 4 مقاومة الزهب للصدق دي خصية كيميائية خمسة صلابة الحديد خصية فيزيائية مقاومة الزهب للصدق دي كيميائية رقم 5 صلابة الحديد فيزيائية رقم 6 مرونة خراطيم المياه أقوله دي خصية إيه فيزيائية بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال السابع أكمل العبارات الأتيار رقم 1 يستخدم نقط في صناعة النوافذ والمصابيح طبعا الزجاج ليه؟ لأنه شفف ونافذ للضوء يعني ينفذ الضوء من خلاله ينفذ السؤال رقم 2 كتلة 3 كيلو جرام من الموز تساوي نقط جرام إحنا عارفين إن الكيلو الواحد في ألف جرام طب دول 3 كيلو يبقى أقوله 3000 جرام سار رقم 3 يستخدم نقط في صنوعة الأواني والأسلاك الكهربية أقوله النحاس سار رقم 4 يستخدم غاز نقط لمل بلونات الاحتفالات طبعا إحنا بنملأ بلونات الاحتفالات بغاز الهليوم لأنه خفيف الوزن السؤال التالي لاحظ الصور ثم أجب عن الأسئلة الأتيار طبعا ده ميزان وده يعتبر وعقاس طيب أي من الأدوات الأتيار تستخدم في تعيين الكتلة أقوله الأداء رقم 1 اللي هو ده حبيبي السؤال الثاني أكمل مما بين القوسين رقم 1 تصنع الأسلاك الكهربية من مادة إيه؟ الأسلاك من البلاستيك ولا النحاس؟ طبعا أقوله من مادة النحاس السؤال رقم 2 تستخدم هذه المادة أيضا في صناعة اللي هو النحاس المطارك ولا الأواني طبعا أقوله إيه؟ المطارك اللي هي المادة دي يا حبيبي طيب السؤال رقم 3 قدرة هذه المادة على التوصيل الكهربية من الخصائص الفيزيائية والكيميائية أقوله طبعا إيه؟ الفيزيائية السؤال رقم 3 أكمل الجمل التالية رقم 1 يقيس رقم نقط حجم الماء رقم 1 أو رقم 2 طبعا حجم الماء يبقى أقوله رقم إيه؟ رقم 2 اللي هي دي اللي هو دا يعني وعي القياس دا تمام؟ السؤال رقم 2 يقيس رقم نقط درجة حرارة الماء اللي هو إيه رقم أقوله رقم 1 رقم 1 اللي هو إيه؟ اللي هو الترمومتر اللي هو دا السؤال رقم جيم الحجم ودرجة الحرارة من الخصائص نقط التي يمكن قياسها الكيميائية وال الفيزيائية؟ الحجم ودرجة الحرارة أقوله طبعا خصائص إيه؟ الفيزيائية السؤال التاسع أجبع عن الأسئلة الأتية رقم 1 لا يستخدم الخشب في صنع الأسلاك الكهربية طبعا صح ايه طب اذكر السبب اقول لك اه لان الخشب رضيء التوصيل للكهرباء ما بيوصلش الكهرباء ولا يسهل تشكيله زي ايه زي المعدن يعني صعب انك انت تشكل الخشب زي المعدن قداش تعمل انه سلك سعر رقم اتنين ارادت جنة صمع صندوق لوضع الادوات الخاصة بها عايزة تعمل صندوق عشان تحط ادوات خاصة بيها يعني لكي تراها بسهولة بس تشوفها بايه بسهولة فاستخدمت الزجاج لانه يتميز بخاصية فيزيائية معينة حدتها اقول لك ان الزجاج بيتميز بالشفافية او نفازية الضوء السؤال رقم ثلاثة كيف تفرق بين اناءين احدهما به ماء والاخر به عطر اناءين قدامك تمام كبايتين واحدة فيها عطر واحدة فيها ماء افرق عنهم ازاي او بينهم اقولك طبعا عن طريق ايه الرائحة السؤال رقم اربعة توجد خصائص فيزيائية للمادة يمكن ملاحظتها وقياسها اذكر مثلا على ذلك اقولك الحج ممكن ايه ممكن الاحظها كمان الطول ممكن الاحظها وكمان اعمل ايه وايسها السؤال رقم خمسة ماذا يحدث اذا كان النحاس رضيئة توصيل الكهرباء اقولك لا نستطيع ان نصنع منه الاسلاك الكهربية السؤال رقم ستة يفضل استخدام الهليوم في البلونات بدلا من الهواء لتميزه وخصائص معينة حدتها اقولك اول حاجة الهليوم غير سام تاني خاصية غير قابل الاشتعال الخاصية الاخيرة يعتبر اخف وزنا من الهواء عشان كده احنا بنعمل ايه بنملة ب بلونات الاحتفالات السؤال رقم سبع والاخير عند وضع قطعة من الخشب ومصمار من الحديد في الماء ايهما يطفو فوق سطح الماء وايهما يغوص احنا هنجيب قطعة خشب ومصمار ونحطهم على سطح الماء وهنسيبهم مين اللي هيتطفو ومين اللي هيغوص اقولك قطعة الخشب ستطفو يعني هتوب ايه هتوب عائمة طب مصمار الحديد سيغوص بكده حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التميز على المفهوم الثاني وصف وقياس المادة بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة